على مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.61% عند مستوى 10640 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 887 مليون جاء سهم شركة ثمار التنمية القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.26% لغلق عند 17.32 ريال تلأ سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بنسبة 5.49% عند مائتين وثلاثة ريالات فاصل 880 كما ارتفع سهم بنك الرياض بنسبة 5% عند 26.85 ريال بينما تصدر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية لتأمين تعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.33% عند 12.78 ريال اشتركوا في القناة